بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في سلسلة تعليم برنامج خاص بمادة تصميم باستخدام الحاسب الالي في الموضوع اللي احنا مازينا شغالين فيه هو موضوع باستخدام احدى البرامج وشغالين على برنامج معكم محمد مدرس مساعد في كلية الهندسة جامعة بورسايت مازينا شغالين فيه آآ النوع رقم اتنين من انواع واخدنا كزا مسال في اللي فيه ان شاء الله النهاردة عني بدأ ناخد مسال والمسال قدامنا ده من الامسلة المشهورة جدا آآ قدامنا عندنا مفتاح والمفتاح ده اللي احنا عارفينه بيبدأ يفتح لنا الاشكال المسدسة او الصومي والكلام ده لكن المفتاح مصنوع من وكل بعده لقدامك ده المليمتر ومعرض لي آآ برشار كنته اتنين ميجا بسكان والسيكنس بتاعة المفتاح كان عبارة عن تلاتة مليمتر قالك ان البوندر كونتشها متاعتك اللي انت هيب عندك التثبيت عن بالشكل السوداسي بسبب جميع الاشكال وهنا كلمة الحمل او عندك هنا كلمة زي ما واضح في الرسمة اللي قدامك آآ انت عندك هنا الدايرة عبارة عن الار عشرة وطول الدلعة بتاعة السوداسة سبعة والسيكنس بتاع الجزء بتاعنا مفتاح عبارة عن او العرض بتاعنا مفتاح ده عبارة عن اتناشر والدايرة بتاعة الجزء ده عبارة عن اتناشر ونص الار وقالك ان المسافة من هنا لغات هنا قومتها اربعين والارتفاع ده كله عبارة عن اتناشر والار او الفلت عبارة عن اتنين اونس ده بالنسبة للشكل او الرسمة بتاعي احنا كل اللي احنا عاوزين نعمله ايه اه عاوزين نبدأ نحسب بقى وعاوزين نبدأ نحسب معامل امان او طب احنا عارفين ان القانون بتاع الاسترس او عاوزين نستخدم بالاسترس بيهدى نظريات نظرية زي احنا عارفين المعادلة بتاعته كتعبارة عن تربية زي التلاتة تاوي تشير تربية كل الكلام ده تحت الجزء ببعن ايه يعني انت جماعي الاجهدات اللي عندك هتكون نورمال وعند الجماعي الاجهدات هتكون لو انت خلصت الكلام ده هتطلعك قيمة الاسترس بيه احدى نظريات زي نظرية لو حسبنا الكلام ده انا يقدر نجيب معامل امان عن طريق سيجما ده على سيجما بيه احنا كده يا بقى انت حسبت قيم البسألة بتاعتك. تعال بقى نروح نطبق الكلام ده على البرنامج وعازين يشوف عازين يشوف بقى شكل بتاعنا ده يبقى عامل ازاي? عشان ما نضعاش وقت فيه رسم الموديل بتاعنا بدأنا نرسم شكل الموديل لو احنا روحنا بقى على شكل الموديل بتاعنا نبدأ نوضح الشكل بتاعنا اهو. بدأنا نرسم الشكل بتاعنا وحطينا جميع الابعاد بتاعة الجسم متاعتنا. هي كلها عبارة عن مجموعة من الدوائر والخطوط. تقدر تعمل الكلام ده بسهولة على البرنامج. احنا كل ده عشان بس ما نضيعش وقت فيه شرح الرسم وده مش الغرض من البرنامج احنا الغرض مننا احنا نبدأ نعمل على الموديل الخاص باسميليشن. بعد ما خلصنا الشكل بقى الرسمة او رسمنا الكلام ده بنروح بقى على الموديل الخاص بمين? بالسوميليشن ونبدأ نفتح الموديل الخاص باللسفة. احنا في المسال اللي قدامنا احنا عندنا سمك والسيكنس بتاعنا ده هنبدأ نختار على التو دي ونبدأ نقول التمرين رقم تمامينة وعشرين في السلسلة الخاصة اللي احنا شعرنا عنها. اول نعمل الكلام ده بيقول لك اختار اختار بقى بقى بلين سترس بلين سترين والاكسي متر. احنا نبدأ نشتغل على مين بقى? في الحالة اللي قدامنا دي انت عندك سمك صغير يبقى انت هتشغل على حالة البلين سترين. واضح جدا حتى الصورة اللي موضح لك شكل زي المفتاح اللي نختار بقى المستوى بتاعنا او نختار البلين بتاعنا وندي له اللي هو عبارة عن ثلاثة مليمتر. ده كده الخطوة الاولين. تعال بقى نقفل بقى الكلام ده او نقفل بقى شكل الرسمة اللي قدامنا. ونبدأ بنعمل الخطوة. اول خطوة عندنا بنبدأ نعمل ونبدأ نغضط على ونختار المرة دي قال لك عبارة عن نبدأ نعمل ونعمل كده تعرفت مسألة بتاعتنا كأنها مين? كأنها او المتاعتنا كتعبارة عن كونكشن ما قال لك ان التثبيت اللي عندك كان عبارة عن مين? كان عبارة عن الشكل السوداسي قال لك زي. آآ تثبت من عند كل آآ الشكل اللي قدامك ده. فاحنا نختار بقى كل عندنا. كل الكلام ده متثبت ونبدأ نعمل علامة صح. انت كده عملت اول الجزء اللي عندنا. طيب الجزء اللي بعد كده هو عاوز ومش نختار ولا فورس ولا توقع لأ نختار ونبدأ نحط على المكان المناسب اللي هو كان محدده عليه. انت بنسبة لنا كانت ده المكان اللي هتبدأ تحط عليه وكانت كانت كانتها اتنين ميجا بسكال. نبدأ نعمل علامة صح. الخطوة اللي بعد كده بقى الخطوة هي عبارة عن المش بنبدأ نعمل المش ونشوف هل احنا نشتغل بقى بالفين او على حسب ما انت تبدأ تعدل في المش اللي عندك. بنبدأ نعمل علامة صح ونشوف شكل المش اللي قدامنا. وده شكل المش بالنسبة للمسألة التالية. ممكن نخش بقى ونعدل ونعمل بقى للمش في حالة لما يكون عندك اشكال زي الاشكال اللي قدامنا. ممكن نختار الاتجي دي. وممكن نختار الاتجي دي كمان. وين خليها فاين? يعني نقرب من الفاين او نضي القيمة بتاعت مين عندي انا. بعد كده نبدأ نعمل علامة صح ونرجع عليه المش تاني ونعمل كريت ليه المش. ونختار المرة دي الكربتشر عشان عندنا اشكال فيها اشكال دائرية ونبدأ نعمل علامة صح. عم بوصي بقى على شكل المش اللي عندنا احنا بدأنا نعدل شوية في المش. بدأ يعدل لك شوية في المش اللي قدامنا وبعد كده هبدأ اعمل بقى ايه? نبدأ نعمل بقى رن ونبدأ نشوف النتائج بتاعك. عم بقى نشوف النتائج عندنا طلعت عندنا بمية وعشرين وسبعة ميجا وسكال ده بالنسبة لمن? ده بالنسبة للسترس بآآ واحد من عشر. تعال بقى نعدل بقى في المش تاني. ونقول لا انا عاوز اسيب المش زي ما هو. واشوف النتائج ايه اللي هيحصل عن جنة. لو احنا عملنا بقى رن تاني ليه المش وعملنا ليه المش. وخلناها بيه الستندرد. وهنشوف بقى شكل المش لما يطلعننا ونشوف شكل نتائج. تعال بص هنا. هتلاقي عندك الرقم هنا تغيب. هتلاقي عندك بقى مية وتسعتاشر. بقى تطلعوا تقريبا مية وعشرين وكسر بقى مية وتسعتاشر وكسر. يعني هنا المش بيحصل بقى ايه? انت كل ما بتلعب فيه او كل ما تغير فيه والكلام ده بتحاول توصل للنتيجة اللي انت عاوزه ان شاء الله. بمعنى ايه? لو انت تكون عندك الحل سيوريتك وانت عارف عندك بالكون ما كزا. والبرنامج تطلع عليك نتيجة. بس النتيجة دي عبارة عن رقم بعيد جدا على الرقم اللي عامل. وانت متأكد من البوندر كونديشن بتاعتك مزبوط. وكل حاجة مزبوطة. طيب انت لازم تعمل بقى حاجة اسمها الاوبتومم مش. او تبدأ تعمل بقى للمش تختار المناسب لحد ما توصل للنتيجة بتاعك. ده كده بالنسبة ليه السترس وبالنسبة ليه تعاني بقى نشوف معامل امان او تعاني بقى نشوف الكلام ده بنظريت طلع عندك معامل امان بيه كان بيه واحد واربعة وده الكلام ده بالنسبة لنا سي تقدر تعمل وتشوف اعلى الجهيرة عندك كانوا قع فين قادي اعلى اجهاد واقع عندي الجزء ده يعني الجزء ده هو اللي هيبدأ يحصل له اه اعلى طبعا يفضل بقى في التصميم لما انت تكون شغلت حاجة زي دي لازم تعمل عشان موضوع الاجهادات متمركزش فيه مكان واحد ده كده كان بالنسبة للتمرين بتاع النهاردة وان شاء الله نلتكي في تمرين شكرا